جدد تحية مشاهدينا الكرام ورحب ضيفنا دكتور مجلي شاكر خبير أسري وكبير أسريين بوزنة الأسار أهلا بحضرتك أنا بشكر حضرتك قوي لأن أنا المياني جاي مش مصدق أنا يعني بعمل لقاءات كتير لكن مش مصدق برنامج محترم زي ده وتوكشو وبتكلم عن حاجة مهمة زي دي فأنا بشكرك قوي بشكرك على حاجتين بشكرك أنت بتقديم برنامج مميز جدا وهو حلم وهو مش حلم والله جدك في يوم الأيام أنا أسف إن أنا اللي ببتدي لأن الموضوع ده مشير جدا جدك من خمس تلاف سنة هو اللي عمل كده بشكر حضرتك أولا على الاسم لأن هاجر ده اللي حضرتك ما تعرفيش شي اسمه كان جمع معنا حكتين اسمك هاجر هو اسم فرعوني تماما الناس كلها أولا بتعتقد أن هاجر هي السيدة هاجر لا يا فندم مالوش علاقة خالص ودواري وبحاسي هاجر ده فندم اسم فرعوني ولو دوارتي على تاني ملوك والأسرة 29 كان اسمه هاجر بالجيم أو بالقاف يعني ده كلام مؤكد الأسرة 29 نتعرف حضرتك التاريخ المصري مؤخصة من 30 أسرة حكموا مصر فتاني مالك من ملوك الأسرة 29 اسمه هاجر كده هاجر أو هاكر بالزبط كده فإسمه حضرتك لا يسلع وإذا كان له علاقة بهاجر المصرية فدي مصرية ويكفن سيدنا أبريم عليه السلام لما جي مصر كان جاي السيدة سورة أخذ السيدة هاجر وهي كانت السبب في موضوع الإسراء أو موضوع بئر زمزم ورحة الحج كلها وبالتالي ده يثبت أن المرأة المصرية منذ قديم الأزل كان ده صبر يعني هناك حكمة من الله أنه ياخد السيدة هاجر ولما ياخدش السيدة سورة أن هاجر هي اللي تاخده سيدنا اسمعيل ويقعدها وتترتب كل طقوس الحج على هذا الموضوع وعيز الدين طبعا هي إسلامي فانت تجمع بين الحسنين بين الحضارة الفرعينية وبين الحضارة الإسلمية وهقول لجدك أزريس قال كلمة مهمة جدا عشان الناس كلها بتدرك أن حضارتنا حضارة موت بقول لهم الله هي أبدا ده أزريس ده هو إله الموت وهو الإله الرئيسي بقول لهم أنا جاي عشان أنا أعلمكم أعلمكم إيه الزراعة والكتابة والغناء شوفي حضرتك أنا عايز الناس تماهي أقولها تاني أزريس كده الأزريس ده بيسموه سيد الألهة أو هو يعني اللي علم المصرين الزراعة لدرجة أن ما كانوا بيزراع الأرض كانوا بيعملوا تمثال على هيئة أزريس ويحطوا جواحبه بالأمح علشان تنبت رمز البعث والخلود فقول لهم أزوج إزيس اللي هي رمز الوفاء والحب كله فقول لهم أنا أتيت لأعلمكم الزراعة وفينا صربتت بينه وبينه إدريس سيدنا إدريس أو النبي إدريس فينا صربتت شريدة أنا جاي أعلمكم الزراعة والكتابة والغناء يعني يعلمكم الزراعة الأساس وعلمكم الكتابة لأنها هترطل لأن كل الكتابة من الكتابة الفرعيمة تتابعها وعلمكم الغناء ويمكن أبو البشر كلهم سيدنا آدم أول مهنة بتاعته كتابة فن الزراعة فيعني إحنا بنتكلم على أقدس مهنة في العالم وهي أول مهنة في العالم وكان عندنا زي ما كان عندنا حضرتك المهندس الأول والمخترع الأول فأنت كان عندك هنا في هذه البلد في يوم الأيام أنا آسف أن أقول كلام ده كان عندك الفلاح الأول إحنا الذين علمنا المدينة لأوروبا وأوروبا ما داشت تنكر لو حضرتك فتحت أي كتاب في أي علم في الدنيا كلها ستجد المصري لما تيجي دريسة هندسة هيقولك المهندس المصري لا أول لأنه ما حدش يقدر ينكر عندنا المهندس محطب كان عبقري والطب والهندسة والصيدلة ومن ضمنهم الفلاحة أو الزراعة اللي إحنا تمنى أن الفلاح المصري الحديث يكون خمس أو نص أو ربع الفلاح المصري القديم الذي ترم بيئته الذي كان بيقول يا فندم ده من ضمن الاعترافات بتاعته في العالم الآخر كان بيقول أنا لم ألوس مياه النهر تخيالي كان بيعتقد أن عدم تلويسه لمياه النهر هي بغابة عبوره للجنة شوف الفلاحة دلوقتي يبقى عمل إيه وإحنا بنعمل إيه في النهر يعني هو زمان الإنسان المصري كان بيعتقد أنه من خش هيخش الجنة إذا لوس مياه النهر دلوقتي إحنا بنلوس مياه النهر وعايزين نخش الجنة عشان نخشها بالطريقة دي فهو كان بيحترم بيئته بيحترم نهره بيحترم أرضه وكان بيعتبر أن الزراعة دي عمل مقدس عمل ديني وبالتالي لذلك كل قرابينه قرابين إله وبالتالي بنقول لما أدرك كده نجح وأكل عالم كله إحنا يوم فندم كنا يوم من الأيام كنا بنأكل الدنيا كلها قط مصري يسلد غلال العالم ويمكن في القرآن وسيدنا يوسف بيقول اجعلني على خزاء الأرض يوم ما كانت مصر نطعم أوروبا كلها للطعام الأمح والأمح كان أساسي كان بيفيد عننا لذلك المصر كان مستقر لذلك مصر يطلع عمرها هو بيقولك بيقولك نجاح أي اقتصاد في العالم أساس الزراعة فمصر كانت نجح اقتصاديا في الزراعة وكانت لذلك العالم كله تكلب عليه فأنا تمنى نرجع تاني زراعة الفلاح الأول نزرع علشان اقتصادنا يبقى جامد وبالتالي نرجع بمصر كما كانت نطعم العالم كله وأرض مصر مجزد وأنا بعتقد أن الخطة لوعداء الدولة والسيد الرئيس أنا بعتقد إحنا مشيين وبرنامج حضرتك يعني المليون أعتقد أنه بدايته الطريق وهيكون يعني نهضك وسجد أنا ندمين أن أنا ما اشتغلتش في الأثار علشان تبقى نبرد صوتي بالجمال والتفاقل إحنا فندم أنا بتقال التاريخ مهم يعني خليني أقول لحضرتك أن شغل حضرتك في مجال الأثار خلى حضرتك رجل مختلف خلى التفاقل باين جدا في نبرد صوتك خلت حبك ونتماء أكل البلد يكون مختلف عن الآخرين فأنا بقول لحركة أنا ندمين أن أنا مشتغلتش في نفس المجال أستاذ هاجر عايزة تدور على الفرع دور على الأصل خليني أقول لحركة أنا عندي قاعدة كده في حياتي بقول أن أنا لو فيه أمر في الحياة وعايزة استدل على حقيقته برجع لأمرين يمكن ما لهمش علاقة قوي بعض الأمر الأولاني برجع للكرآن تمام بشوف أن الكرآن بستدل منه على أي أمر أقدر يعني أوصل للحقيق من خلاله والأمر التاني الفرعنة بالظبط والله ما هو العالم كله بشوف أن كل حاجة سجلوها الفرعنة أقدر أخذ منها كل العلوم أقدر أخذ منها كل الخبرات أقدر أفك بيها كل الشفارات وكل المسائل المعقدة اللي مش لقيلها حلول لو رجعت وشفت الفرعنة قالوا فيها إيه بصمتهم كانت في الأمر ده إيه حالة إيها بتتحل دي قاعدة أنا بمشي بيها في حياتي ومش يعني مش من استهل أن تلاقي حد يقترع بوجهة النظر دي بس أنا بشوف كده دول الأمرين الله يخليك الله يخليك الأمرين أن أنا بشوف أن أنا أقدر أوصل بيهم لكل سر في الدنيا بالضبط الكرآن وما قانون فرعنة من خلال كتابتهم ورسماتهم وكافة الأعمال أحنا بداية الكون يعني أنا بشوف أن بالفعل ما فيش أي علم ممكن يكون اتعارف في الدنيا إلا من خلالنا أحنا كمصريين نزل فندم أدراكم أهمية العلم وكان العلم هو حرحاته يعني الحضارة اليونانية إذا بسطلها حضارة الفلسفة أما الحضارة المصرية حضارة علمية معملية حتى عندنا التفكير المصري بيقول إيه ما تيجي مثلا تقدم يعني إحنا ما بنكن مع الفرنسويين يجبولنا الصلطة ويجبولنا مش عقل يسموه أبراتيف يعني فاتس انتهت المصري من كلمة خش في المفيد المصري على طول ما بيفكرش عايز يبقوله إيه عنده تفكير عملي أو علمي أكتر فبالتالي أنا أقول لحضارتك أنت جبت جملة رائعة ومفيدة دور على الأصل والله يفاند في الأصل في كل حاجة أنا كنت أتمنى أعود مع الدكتور أحمد وأقول له يعني إيه اللي كان موجود عندنا تهجين المشية كان موجود عند الفرعنة التلقيح الصناعي موجود عند الفرعنة الطب البطري كان موجود عند الفرعنة السدود يا فندم روح حلوان في سد وصد الكفرة هناك موجود هذا السد استصلاح الأراضي اللي حدك بتكلم عنه عندنا الملك ابن محنة الثالث عمل في الفيوم استصلح 27 ألف فدان وعمل اسمه سد اسمه سد اللي هون وموجود أساره حتى الآن قولي حضرتك أي علم قولي اقترحي وكده قولي ايه حتى الفضاء احنا كان عندنا مؤسسة فضائية موجودة في المطرية اللي هي موجودة في المطرية اللي بقولها على منطقة شعباتي كان فيها الرجل اللي مسؤول عنها اسمه كبير النظرين للسماء التقويم اللي احنا ماشينا عليه دلوقتي يا فندم احنا دلوقتي في شهر ستمبر يوم 11 ستمبر اللي فات كان ملاحظة غريبة جدا كان التقويم الهجري والتقويم الفرعوني مع بعض فاحنا اول ما نخترع التقويم فكان عندنا الناس برسمهم السماء بورج القوس والحمد اللي حضريك عاملين يقول ايه موجود موجود من يمهم هم اللي كانوا عارفينه فجميع العلوم يكفي يا فندم حتى الآن 26 جمع في العالم بالدرس علم الاجبتولوجي اللي هو علم المصريات محترين والغرمت البناء ازاي اتحدى كلها نظريات واجتحنية العمل ازاي اتحدى حد يقول الموضوع دي فالناس دي وصلوا لمرحلة من العلم انا في رأيك اثري وصلوا لمرحلة من العلم لانك عارف حالحضارات عاملة زي البناء ادم لها دور طفولة وشباب ونهاية زي الحضارة الرومانية والحضارة اللينية واعتقد الحرارة المريكية دي يوم الامدن دسر فالحضارة الفرعين ربنا جاء لهم يوم الايام من العلم ودائما نجيب نموذة قارون قارون لما كان ربنا ميديله علم يعني كان ربنا بيديله العلم استطاعني حول المعادة يعني خسيسة المعادة النفيسة لكن لما قال له قد يتغل على علم عندي ربنا قال له فخسفنا به وبدار الأرض فالعلم مع الدين حضارة قلت كل مهمة قوي قلت بالقرآن والحضارة اذا الحضارة مشت مع الدين اعتقد ان حلنا هيختلف تماما انما كل حاجة عايزة ترجعيها تقصليها بص الأصول بس انا عايزة اقول لحضرتك احنا بنعاني من المشكلة في مجتمعنا يعني انا مش عارفة هتوصلنا لفين بصراحة جيل كبير جدا ولا ما يعرفش قصاره ولا يعرف قيمتها ولا حاسس بيها وبيعتبرها انا بكلم حضرتك عن اشخاص سمعت منهم الكلمات دي وكانت بمثابة طعنات في قلبي هو بيعتبر ان دي مجرد حجارة ان دي ملحاش قيمة طب ما نبيعها وندخل فلوس للبلد علشان خاطر دي حاجة ملحاش قيمة خليني اقولك احداث العالم في السنوات السابقة اصرت في كل انسان حقيقي بالسلم كل المشكلات اللي بتحصل في العالم كبيرة جدا وما ينفعش تعدي بسهل بتجرح فينا من اكتر الجروح من اكتر الجروح اللي انا شخصيا اتأصرت بيها هدم القصار في العراق تمام من اعظم الحضارات اللي موجودة في العالم العراق انا كنت ببكي وانا شايفة اقولك المتحف مش قادرة وصفهم يعني سيبك من السرقات الهدم كنت بشوف الهدم للأثار الخاصة بالعراق ما سألتش نفسك حضرتكم هما هدم القصار ليه؟ هما لما دخلوا لأمريكا دخلت العراق عملت حاكتين دخلت البنك المركز عشان ياخدوا الفلوس والدهب والحضارة لان قدراكم هو عظمة الشعوب دي في حضارته فعزي سليبك فاحنا احنا عندنا مشكلة انا بناشت من خلال برنامج حضارك المحترم ابوس ايديك يا رايس وابوس ايديك يا وزير تعليم رجع التعليم رجع التاريخ تاني وما تخليش التاريخ واقف عند السنوية يعني احنا دلوقتي ندرس تاريخ لقت السنوية ارجوكم التاريخ يتدرس بطريقة صحة احنا التاريخ باللأسف تاريخها جفة جدا انا دخلت حضرتك عملت حلقة عن العملات بتاعاتنا عن الاثار الموجودة عليها وعملت سألت ناس حضرتك عارف ان اي حاجة من اول الجنيه لغاية المتين جنيه اثر اسلامي واثر مصري اتحدى جيب حد وقول له طلع من جيبة 5 جنيه ايه اللي موجود عليه احنا في كارسة يا فندم مناهج التاريخ في التاريخ سيئة جدا جدا لازم نحب اولا انا مش ممكن تخلي حضرتك امريكا امريكا اللي بقى لها ماتين سنة مش ممكن تحصلها عالجنسية الامريكية الا اذا امتحنوك في تاريخ امريكا وانت مش امريكية احنا في مصر اللي بتحك يعني بيعتزوا بتاريخهم رغم دقالهم جدا جدا لانه عارفين ان الماضي هو يحل الحاضر والمستقبل فامريكا لما دخلت ادراقت هذا الوضوع دمرت معظم والاصار العراق وسرقيتها وكلها فانا بناشد وزير التعليم وزير الرئيس ارجوك يا فندم لازم التعليم يرجع تاني تدريس التاريخ يا فندم بيزود الانتماء لدى الطالب لان انا لما اكتشف عظمة اجدادي انا مش اعرف بلدي هتختلف انا هتماستك بلدي المادة والاسلوب وحاجة تانية اكبر كمان ان انا هحس ان انا صغير قوي ازاي انا اجدادي كانوا بالشكل ده وانا فكري سطحي بالشكل ده للأسف ما عنديش معلومة يعني حتى المعلومة اللي بتيجي قدامي بتبقى سطحية وما بتركسف عقلي لانها بتقدم لي بشكل جفة اولا واللي بيقدماني سيئة ما انا عايز حضراتك تشوفي انا عايز تاختي الكاميرا بكرة وتنزيلها المتحف المصر اولها رب شوفي الفرق بين نظرة السايحي الاجنابي وفرق الطفل المصري خدوا طفل مصري وخدوا طفل اجنبي انا بعمش عالطفل المصري اولا انا هم ناجد تعليم غير جيادة الاعلام ما بتدوشش وسيلة جيادة الاب والام انا اسف ما بيخدش واحد يعني فينا زي قاعدة جوه الهرم طب انا هقولك على حاجر تفضلي فاني يمكن تكون غريبة شوي من اهم المدرسين اللي فرقوا في حياتي ويمكن من القلائل اللي لسه فاكرة اسمه مدرس السنوية العامة الخاص بي استاذ اشرف يا سلام فاكري يعني الدرس بتاعه كنت بحس ان انا بينقلني في عالم تاني هو بيحكي لي موضوع عايز اقوله ايه طب وحصل ايه كمان وعمل ايه فعايز اقولك ان طريقة تدريسه لي خلتني لحد النهاردة فاكرة ودي مهم جدا اه صدقني انا وانا داخل الدرس بتاعه كنت معنوياتي مرتفعة جدا وبجري عشان اوصل للدرس وانا قاعدة بتفاعل معا لدرجة اكنه بيحكي لي حكاية بالتأكيد فطريقة التعليم طريقة التعليم للتاريخ ينبغي اولا انها تكون من اول الاطفال لسه في بداية المراحل التعليمية بتاعتهم وتكون بالصيغة يستقبلوها بدل من الاطفال النهاردة بتتفرج على افلام الكارتون والافلام العديه عرف الافلام الكارتون دي كارثة وللأسف المجتمع مش منتبت لها كفاية ان هي بتسبب التوحد ده من ضمن الموضوعات ومضمون الكارتون افلام الكارتون كارثي ما حدش منتبه للموضوع ده فليه ما عملش حكايات التاريخ بتاعتي بالشكل ده وخلي الاطفال يتفرجوا عليها بدل كوارث الافلام الكارتونية لكن خلينا بقى ندمج موضوع الزراعة والفرعنة وكل حكاوي الفرعنة وتوسيق الفرعنة عن الزراع احنا زي ما قلنا الفلاح المصري هو الفلاح الاول في التاريخ وهو وانه غير يزرع وفي نفس الوقت الزراعة علمتش مهم جدا جدا علامات الترابط اولا اللي نعرف حضرك الزراعة لازم يعمل لانه بيجي له فيضان كل سنة في معادة ثابت في وقت محدد فلازم اولا ما ينفعش يزرع لوحده فلازم يزرع هو وجاره وجاره يبقى جاره علشان كده نلاقي اهالينا مرترابدين جدا اهالينا اللي في الارياف الارتباط ببعض مختلف خالص عن المدينة لانه ما قدرش يعمل هنا كل انا الموظف والتاني تاجر وده وسواء انما الده التاني كل واحد في مصالحهم مشترك حتى اللي عنده قاله لو مش فلاح ما هو محتاج والتاجر برضو محتاجين عشانه اللي بيشير زراع ففي حياة تظهر القرية وبعدين تظهر المدينة وبعدين تظهر الدولة ويظهر الحاكم تخليها لك لما تبص على الخريطة في مصر عجيبة نهر النيل عجيب يعني عندنا حقا دراتك كل الناس عحولين نهر النيل احنا طول مصر عشر اضعاف عرضها يعني احنا كلنا عايشين حول نهر النيل فلو بسرطة الخريطة في مصر تقولي مش ممكن الناس لتبقى بلد واحد ده ممكن تبقى عشرين بلد لكن ما يدركش ان كان عندنا شريان موحدنا في السياسة وموحدنا كمان يا فندم في المواصلات لانه كانوا سيروا في المواصلات بقولهم من اول تاريخ انا عندي منظر مهم جدا عايزة هابدوك تروح للمتحف البريطاني في مقمعة يعني مقمعة بضرب بيها يعني حاجة بضلة زي البلطة كده عليها رسم الملك اسم الملك العقرب الملك العقرب ده واقف بيأمل حاجة مهم جدا واقف اول وظيفة للملك مسك فاس وبحفر طرع الملك الملك من اساسيات الملك انه هو قائم على حفر الطرع ما هو الملك ازا كانش يأمن الطرع والسدود والخزانات لشعبه خلاص خليني استكمالا لكلام حضرتك ان من مساوء الاحتلال والاسف اللي قصرت فينا ان هو يوصل فكرة ان الفلاح دي شتيمة كلمة فلاح شتيمة جينا في حجمة من الزمن كده الفلاح النهارده بقيت انا لو عايزة اقول اديق حد بالكلام اقوله ده فلاح شفت احنا المسألة تغيرت عندنا ازاي وحرج بتحكي ان كان الملك هو اللي بيمسك الفاس ويشتغل بي يا فندم ان عندنا قصة مشهورة بس الناس اللي قصرت قراش الفلاح الفصيح الفلاح الفصيح ده لو حضرتك تقريكوا الصوت وتتعمل فيلم صدقنا حضرتك هذا الفلاح البسيط كان جاي بشوية ملح وجاي بشوية عشاب وجاي من وضي النوترون وراح يبيعهم فانسويف تعرض للظلم واحد احد الحكام القرى يعني عمل حيلة كده وخدر حاجات بتاعه تخيالي يبعد تسع شكاوي الى الفرعون التسع شكاوي تتردد بين الاول بيعرض الشكوى ما بيردش الشكوى التانية بيبدأ يستعطفه الشكوى من السبعة للتسعة بيهجم الملك وبيهجمه وبيشتيمه كمان لدرجة ان الملك لما سمع كلامه وهو مسجون طلب من الحاكم ده انه يدي اكله وشربه وحاجات لزوجاته ويخليه في السجن ليه عشان يستمتع بكتبات هذا الفلاح يعني الفلاح في يوم من ايام تخيالي لما الفرعون يستمتع وبعد ما خرجهم السجن رح واخد التسع شكاوي دول ورح مسجلهم على ورقة بردي وخلهم مقطوع عدبية لو حضرتك تقري الذي كتبه الفلاح الفصيح هتستعجبي كيف لهذا الفلاح ان يكتب هذا الكلام ومازال الى الان الفلاح هو من تزوق الفن الجميل لأمه كلصوم وكان وهو على ارضه بياخد الراديو الصغير بتاعه ويسمع ويتلاقيه بيتحرك في الارض بتاعته وهو بيسمع المزيد وتزوقه للفن كان مختلف وكان راقي جدا لما تيجي حضرتك تتكلم معي رغم بسطه يتكلم بمنتهى الطلاق ويستخدم تعبيرات غيره ما بيستخدمهاش في حين انه هو شخص بسيط ولكن الخبرات الحياتية اللي قدر ياخد الامر التاني والاهم مرونة عقله وطيبة قلبه وحبه لبلده مش طبيعي مختلف مختلف فعلا حتى مش متمسكة عندنا هترو شوفي الفلاحة المصرية بتنزل في الارض واني اسف ممكن اللي بساعد جدا ولاده بيشتغل مع الفلاحة فهي اوجد اسرة وحياة احنا بنقولش الفلاحة المصرية عطفتهم عالية جدا وطربتهم بعض عالية جدا تلاقي الاب مهما ان ولاده كبره عايزهم قدامه في احترام وفي ادبه الام برضو نفس الشيء يحبوا جدا ان هم يكونوا جنب بعض الزراعة يا فانت بيقلع طابلية واحد زي ما بيقول الطابلية في نهاية اليوم واحد اتوحدهم الزراعة بتصنع انسان حقيقي انسان بجد احنا مفتقدين وفي الزمن ده رجوعنا للزراعة بيرجعنا تاني كانسان سوي بيحب الحياة يعني احنا امثلنا حتى الان مثلا يقولك الفاس وقعت في الراس يعني الحنجل والمنجل المنجل هو بيقطعوا بيه الزرع فاحنا امثلنا شاملة شاملة على حاجات الفلاحين فاحنا كيفة حتى ما بنسافر اي بلد ونكده بنعتز يقولك انا فلاح بنفلاح يعني ليه لان الفلاح بنفلاح معنانا جزوره في الارض تخيل حضراتك لما جي كتب كلمة الحب الحب بالفرعوني او باللغة المصري القديمة رسمها ازاي كلمة الحب كتبها مر يعني مر ايه رسمها ازاي انا سمها بالفاس الحب اعلقة الحب بالفاس قال لان الفاس لما بتتضرب الارض بتطلع ايه خير فهو اطنع ان برضو الحب لما بيجي للقلب هيعمل ايه برضو فاندم هيطلع خير فهو ربط الحب بالايه بالفاس طيب وكتبها كده عن الامح الفرعوني او خلق سمعت في الاقوين الأخيرة ده سر جبير يا فاندم هو ببسطة جدا الامح الفرعوني ده كان شيء مذهل وللأسف احنا معظم زراعاتنا والقطن والخص والمصري ما سابش حاجة اللي ما عملها وكان عنده تجارب زراعية ولو اقول لحضراتك من هنا البكرة على الاختراعات بتاعته هي طيار امريكي سنة 1940 جاء قالوا انه هو خد احد البزور من احد المقابر وراح زراعه في امريكا وكل الامح اللي موجود في اوروبا وامريكا جاي منه لدرجة ان المجوم يسموه ملاقوش له اسمه خلص سموه يا فاندم سموه قاموت يعني ايه قاموت روح امه قاء بمعنى روح بالفرعوني واموت بمعنى امه فحضراتك لما تروحي دلوقتي في السوبر ماركت في اي دولة اوروبية تقولهم انا عايز الخبز بتاعك اموت والناس ما تعرفش ان كاموت دي كلمة مصرية قديمة تتدول حتى الان وهو ارقى انواع الخبز حضراتك بتتحكي شر البلات الميضحك تخلي الامح بتاعهم ده بنت جاربئين ضعف الامح المصري اللي هو موجود دلوقتي احنا فين من ده نفسي 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 نرجع لجزرنا والله لو بصينا الورى سنجد العالم والله يا فن من العالم بيجو بحسدونا على الحضر اللي عندنا وحضرتك عارفة يعني ان دول العالم بتتمنى ان يكونوا عندنا خمسة او تمن الحضر اللي موجودة عندنا يكفل حضرتك دولة ذا الامارات دلوقتي عاملة فرعي من متحف اللوفر عندها فمدركة لحضرتنا تروحي متحف الامارات تشوف الحضرر المصري تشوف الحضرر المصري شوفي بضرة حضرتك يعني اللي بيحز في قلبي لما تسافر باريس تتصور يا جنب الاصرر المصري يبقى واحد عمر وما شافه الهرم ولما يروح في باريس او يروح لندن يتصور جنب اصر يا عم تتصور الاول جنب اصر كنت وحافظ عليها وبالي نروح تتصور جنب اصر المصري اللي موجودة في الخارج فالامح المصري اللي هو قاموت ده يا فندم امح مصري صرف فاتمنى واحنا عدله مركز البحوث والدكتور رحمد قبل اللي كان قاعدنا في القرسي رجل شغال في هذا المكان اقول له ارجو والناس اللي موجودة يا ريت بعمله سرش كده عن امح الفرعوني او فرحة قاموت بيقول له حضرتك الامح بتاعه او الخبز بتاعه يعني اجود انواع الخبز وارقانواع الخبز ويمكن كان فيه تقرير شفت الاسبوع اللي فات منها عمواطن كان عاش في المنوفية وراح السويد قالوا ان هو مش لقى حاجة يعملها او يعني ما فيش شغله جاي تخيالي بدأ يعمل نعم الخبز اللي هو العشر فلاحي هذا الرجل بقول خلال خمس سنين بقى من اسرياء السويد عشان اللي ايه العشر مصري احنا مويزين يا فن ياكفي ان كلمة مصري لو قلتها في ايه من كان في العالم احنا الدولة الوحيدة عندما تذكر كلمة ايجيب ومصر كل ينحني ليه لان حضرتك انت عنوانك موجود اولا افتح اي كتاب اكتاب هندسة صيدلة طب اتحدى اي علم في العالم اول صفحة فيها لازم ينسبها لحضرتك مصري احنا كنا نمبر وان احنا البداية حدش قدر انكر وبالتالي سر الكون كله موجود في هذا البلد وانا اعتقد ان احنا بدأنا في الكم سنة اللي فاتح نمشي على طريق الصحي فاتمنى ان خلال يعني ان الاكل الاكل دي مهمة جدا يعني اذا كلنا صح او زراعنا صح اعتقد كل حاجة ممكن يبقى ممكن تتصلح فاتمنى في قدال اليوم اللي جاية نهتم بالزراع وان برنامج حضرتك دي يكون يعني احد الادوات اللي تساهم في ايه يعني في الزراعة وانا شاف المستقبل انا شافه احسن لان الماضي كان جاي جدا فيدينا دفعة فارجو ان احنا الماضي ده نهتم بيه اكتر ويبقى فيه يعني فيه تفاقل وتمنى برامج زي حضرتك دي اكتر شوية انا بشوف يا فندم ان الرجوع للتاريخ والتعمق فيه لاكتشافه هيخلينا نتقدم للامام بشكل جيد بشكر حضرتك انا بشكرك على الاصطناق ان زعلنا ان الفقرة خلصت وكان نفسي اكمل مع حضرتك سعيد ان حضرتك يعني فيه برنامج لايف بتكلم عن جزئة مهمة وانه هو جابزة من حضرتنا بس انا بقول لكل الناس ارجوكم احبوا هذا البلد لان هذا البلد يستهل مننا كتير قوي قوي بشكر حضرتك شكرا لحضرتك دكتورنا العظيم دكتور مجلي شاكر شباب المغرى وبركة امل باذن الله لمشروع المليون المصفى الدان وحنتكلم معاهم عن الوضع الحالي وما وصلوا لي من خطوات ايجابية بالمشروع انتظرون